إلى ملفنا الثاني حيث يشرعوا الائتلاف الإسرائيلي اليمني الحاكم يوم الغد بنقاش مشروع قانون عدم المعقولية وذلك ضمن العودة إلى مسار تشريعات خطة إضعاف القضاء هذا وكان قد أعلن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الأسبوع الماضي عزمه العودة بشكل وحادي إلى تشريعات إصلاح جهاز القضاء وذلك بعدما تعثرت المحادثات في ديوان الرئيس الإسرائيلي وفي أعقاب ما شهده الكنيسة من سجال بين أحزاب المعارضة والائتلاف خلال انتخاب لجنة تعيين القضاء اشتركوا في القناة ينضم إلينا في الستوديو الآن مدير مركز موسى والحقوقي سيد جعفر أهلا بك سيدي في بادي الأمر عندما نتحدث عن أشروع بنقاش عدم المعقولية في إسرائيل وفي هذه المنظومة السياسية لماذا ينطعد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي من مبدأ عدم المعقولية إلى هذه الدرجة؟ لأنه فيش منطق في أنك أنت تعطي للوزراء حرية أن يتخذوا قرارات اقتصادية قرارات اجتماعية في تعيينات في تعوزيع ميزانيات بدون ما يكون في منطق في التوزيع فبالنسبة للحكومة كل وزير يريد يتصرف وكأنه هو الملك عمليا الجهاز الحكومي الآن يريد أن يدير الدولي بأسلوب أن الوزير المنتخب يستطيع أن يتخذ قرار بكل قضية بدون ما يكون هناك رقابة قضائية على اتخاذ القرارات وهذه قضية اللي كانت مهمة مهمة على فكرة هذا الأسلوب مسلوب المنطق في اتخاذ القرارات الحكومية هو أسلوب الجلب من بريطانيا هذا النقاش كان في بريطانيا والجهاز القضائي في بريطانيا تبنى التعامل في المنطق باتخاذ القرار من قابل المؤسسات الحكومية يعني مش معقول أنه يكون وزير فيه ضد لائحة اتهام أو أدين في المحاكم مثل درعي مثلا ويتم تعيينه وزير فعندما تتوجه إلى المحكمة يمكن ما فيش قانون مباشر يمنع تعيين هذا الوزير كوزير في الحكومة ولكن من غير المنطق أن تقوم الحكومة في تعيين درعي وزير على الرغم من إدانته ثلاث مرات على فكرة نفس الشيء بموضوع المناقصات ومهم الناس تكون تعرف أنه هذا المنطق في القانون الإسرائيلي أو على الأقل بالقرارات المحاكمة العدل العليا وأيضا محاكم بمناطق مختلفة ومنطق سيؤثر على كل موضوع المناقصات يعني تأتي لجنة المناقصات في بلدية معينة وتقرر أن تعطي المناقصة بشكل غير منطقي لطرف معين بدون أي تفسير وتتوجه إليها وتطلب تفسير بقول لك إحنا هي قررنا فكل القرارات المحاكم التي تدخلت واستخدمت المنطق في اتخاذ القرارات الحكومية أو البلدية أي مؤسسة بلدية أو حكومية اضطرت عمليا إدارة بروتوكولات اضطرت البلديات عن تدير بروتوكولات اضطرت الحكومة أن تقدم تفسير بسرش أنت تتوجه للحكومة تقول لك أنت أعطيته مناقصة مثلا لسركة سلكم أي قضية حدثت كان هناك مناقصة بحوالي 80 مليون شركة اللي فازت فيها شركة سلكم بدون ولا أي منطق فعندما تم تقديم الالتماس طب فحص المناقصة وكل الوراق اللي تقدمت فيها المناقصة وقررت المحكمة أنه غير المنطقي أنك تعطي المناقصة ب80 مليون شركة لشركة سلكم لأنه لم تستوفي الشروط اللي كانت في داخل المناقصة هاي صلاحيات اللي يعني خلال السنوات المحاكم أخدتها بالعلاقة ما بين الجهاز القضائي أو ما بين المواطن في الأساس والسلطة الحكومية وهذا شيء مهم يعني عندك قوانين يعني هنا نستخلص بأن كل مسألة نقاش الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لمبدأ عدم المعقولية هو بمثابة وضع حد للرقابة وإقحام أكثر للفساد في السلطات إن كانت الحكومة وإن كانت السلطات المحلية كذلك الأمر بشكل واضح يعني المنطق بقول أنه في جهاز براقب المؤسسة الحكومية أو البلدية براقب الأموال العامة براقب اتخاذ القرارات مش معقولة إنت تيجي تقول أنه أنا اليوم بدي أمنع طفل من منح من منح التأمين الوطني على سبيل المثال لأنه أبوه ما خدم بالجيش شو العلاقة؟ إنه كنت مش مفروض تمنع هذا الولد بأنه يخذ تأمين وطني أو تعطيل حق المتساوي في التعليم لأنه أبوه لم يخدم في الجيش فعمليا في منطق يجب أن يكون وراء اتخاذ القرار الإداري من قبل الحكومة أو من قبل الوزير الآن هذا يعني جزء من السلامة إحنا بنسميه إنه مش قادرين يمرؤوا كل الإنقلاب الدستوري العمالهم بيحاولوا يمرؤوا فأني بمرؤوا أجزاء مختلفة منه من خلال صنق وانين عادي من خلال فأني بتفاوضوا عمليا الحكومة يعني أو الإتلاف الحكومة يتفاوض في عند الرئيس الدولي ولكن ويتخذ قرارات ويحاول أن يذهب يعني يسم قوانين ستؤدي في نهاية المطاف إلى سن كل الإنقلاب الدستوري اللي عمالهم بيحاولوا يعملوا بأسلوب السلامي إنه شأفي شأفي كل واحد من القضايا اللي اكتسبناها كمان خلال نضال السنوات الطويلة هناك مكاسب هاي مكاسب مهمة مش معقول أنه المواطن لا يستطيع أن يجادل الحكومة في قرارات تتخذ الحكومة في نهاية المطاف أنا كمواطن بدفع ضريبي أنا بدي رقابة على صرف الأموال العامة ومش معقول أنه الوزير يقرر أو الوزير أو الحكومة يقرر أن يوزع هاي الأموال نحن لا نتحدث هنا بهذه الحالة عن قوانين عن إلغاء قوانين نحن نتحدث عن إلغاء قرارات يعني نحن كان في عنا ملف من هذا النوع اللي عمليا اضطرت الوزيري أن تسحب تعيين تعيين سيدي يهودي مدير لسلطة التطوير الاقتصادي كان تعيين غير منطقي أنك تعيين واحد مسؤول عن كل سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي بتعرفش عربي مش عربي مش عايش في دخل المجتمع العربي فعندما قدمنا الالتماس كان هناك خوف عند الوزير ووزير الجولة جملي إيل في حين وكان عندها الخوف أنه يتخذ قرار في المحكمة فقامت بشكل أوتوماتيكي في إلغاء التعيين ونتيجة إلغاء التعيين عمليا فاز حسن طوافري في المناقصة عمليا بكثير حالات نحن نتتدخل نستخدم كمؤسسات حقوقية وكمان كمواطن يستخدم المنطق في تقديم الملفات وهذا ربما يدفعني أيضا لأن نتوسع أكثر في القضايا المتعلقة بشكل مباشر بالمواطن العربي يعني خلينا نجيب مثل قانون كامينتس قانون كامينتس عمليا ما قامت فيه الحكومة والكنيسة هو إلغاء المنطق فيه يعني كان هناك منطق ناك أنت تيجي لعند القاضي بالصابق قبل قانون كامينتس وتفسر له ليش تعمر البيت والقاضي كان في عنده حيز معين في أنه يقدر يراقب قرار الحكومة فقانون كامينتس على سبيل المثال بدون علاقة للتغييرات دستورية إسا ولكن من قانون كامينتس قررت الكنيسة أنها تمنع أي قدرة عند القاضي أنه يقرر أنه يلغي أمر هدم فعمليا عندما تذهب أنت إلى المحكمة وتطلب إلغاء أمر هدم وتضع المنطق وراء البناء حتى لو كان بناء غير مرخص في الصابق كان يكون هناك تأجيلات لسنوات طويلة هنا حددوا المد الزمنية وحددوا قدرة القاضي أن يتدخل في قرار السلطة الإدارية يعني يصدر أمر هدم لمنزل أو لقرية كاملة مثل العرقين مثلا وعندما تتقدم إلى المحكمة صار في تحديد واضح فنحن نتحدث عن خطوات قامت فيها الكنيسة والحكومة في تقليل صلاحيات المحاكم في مراقبة السلطة الإدارية أو الحكومة أو الوزراء هذا قبل التغييرات التي نحكي عليها نحكي على قانون كامينتس صارت هذه الخطوات متخذة قانون كامينتس لا يوجد عند القاضي اليوم القدرة أن يستخدم المنطق الإنساني البشري في أنه يناقش سلطة الهدم عمليا في قرار هدم منزل إضاءات وإحاطة أكثر منها ما أستاذ جعفر فرح في هذا الموضوع في هذا الموضوع وهذا الملف المتعلق بعدم المعقولية ومناقشة لإتلاف اليمين الإسرائيلي الحاكم هذا الأمر يوم غد أشكرك جزيلا الشكر مدير مركز مساوى الحقوق يا الأستاذ جعفر فرح ترجمة نانسي قنقر